مصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وانهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح خلال تلك السنوات خدينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات بيننا أساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء لم نترك قطاعا إلا واختحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة لم نهب المسئولية ولم نتجنبها متركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم واليوم نقف على أرض صلبة دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات دولة تعم بكل طاقة ليلة نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى مالك بقدر الإنسان المصري وتشهيد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والرأي وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ ورط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة شعب مصر الأبي لا يخف عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأضار وجهه عن عشرات الألاف من الضحاية الأبرياء والمشردين والمنكبين وبين محاولات خبيثة لفرد التهجير القصري نحو أراضي مصر كان موقف مصر نبيلاً وشريفاً ووطنياً لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم وكذلك صمنت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير وأسمع صوتها واضحاً جلياً حماية لأمنها القومي ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني شعب مصر الكريم إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلي القدير لا رجعاً عن هذا المصار وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين وهنا أتوجه بالحديث إلى كل المصريين لكل رجل مصري وسيدة المصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأكد لكم أن شغل الشاغل والأولية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام وفي الختام أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناءنا الذين يقدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته نشد على أياد أسرهم ونقول لهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحه لأجله وسنعمل جميعا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه أشكركم ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة